ما حكم من يقول بأن الأعمال الظاهرة لا تحتمل إلا الشرك الأكبر كأيهانة المصحف وغيرها هذا كلام باطل وتفصيل لا أصل له فالأعمال الظاهرة والباطنة إذا كان فيها شرك فإنها على حد سوى بل إن الباطن أشد من الظاهر فعلى المسلم أن يخلص باطنه وظاهره لله عز وجل بالتوحيد والاستقامة على الدين ألا يكون له باطن وظاهر يختلفان